السؤال المحرج اللي أنا كنت محضره بالشخص هو أنت تمتلكي جنسيتين تمتلكي مصرية بسفور المصري من والدك نعم وبتمتلكي اللبناني من والد أنه لبناني أني حصلتي على الجنسية اللبنانية وزوجك سعودي زوجك الأول كانت سعودي الله يرحمه وولادك هني بيحملوا الجنسية السعودية سألتك إذا معك الجنسية السعودية قلتي لي لا معي المصرية واللبنانية سؤال الشخصي المحرج إذا اليوم عرض عليك الجواز السعودي أنك تكون مواطنة سعودية بجواز سعودي مقابل أنك تتخلي عن أحد الجوازين أو اللبناني أو المصري عن أي جواز سفر بتتخلي مقابل الحصول على الجواز السعودي بالعكس أنا يمكن بالعكس توني أنت عم تحاول تقصمني هلأ وأنا ما بتقصم أنا خلقت بلبنان وعشت بلبنان أمي لبنانية بضلني بحن للبنان بي مصري بحنن لمصر لما روح على مصر أحيانا ببكي أنه وين بي خلق وين تربى بروح بزور محل ما بي جزوره من الزقزيق أولادي سعوديين يعني أنا ما بتقصم أنا روحي بالسعودية قلبي بلبنان دمي بمصر يمكن فما بتقصم أنا بالعكس أنا إلي الشرف أن يكون عندي الجنسية الثالثة اللي هي السعودية إلي الشرف كبير وإلي شرف أن يكون معي ثلاث جنسية إذا كانت هذه الجنسية مبنية على استغنائك عن أحد الجنسيتين أي أسهل تتخلي عنا اللبنانية ولا المصرية اللبنانية ما فيني ما فيني استغنى عن بي ولا فيني استغنى عن أمي ولا فيني استغنى عن أولادي هذا سؤال ما بقدر جاوبك علي توني ما في استغنى عن هذول الثلاثة تحياتنا لألون جميعا تحياتنا لسعودية لمصر ولا كمان أهلنا بلبنان وننتقل إلى اختيار محرج أول صورة رح نشوفها سواء لنشوف ليلى عبداللطيف شو رح تختار بين الشيخين بهاء الحريري وسعد الدين الحريري من تختار ليلى عبداللطيف مين بختار فيني إليك شغلي أنا بشوف الأخوة ما رح يتخلوا عن بعض أنا بشوف مصالحة بين الشيخ سعد والشيخ بهاء وبشوف وين الدور اللي بيكون فيه الشيخ سعد لصالح لبنان بيعملوا وين بيكون الدور للشيخ بهاء لصالح لبنان بيعملوا لمين الدور؟ نيناتهم رح يشتغلوا لصالح لبنان أنا هاي بقلك يعمل آخر الشيخ بهاء رح يشتغل أشياء كثير ونشاطات كثيرة هذا رح نشوف بهاء الحريري رح يلعب دور سياسي في لبنان يوما ما نعم لا نعم ممكن نشوفوا رئيس حكومة لا ممكن يعمل شي تاني للبنان ممكن يؤدي أدوار كثيرة للبنان لصالح لبنان ويكون بالعكس إيده بإيد الشيخ سعد مرح أخوة الدم ما بيصير ميتوني بيختلفوا بالسياسة بس هاي أخوة أخوة السنة الواحدة وعشرين على مين برأيك رح تكون أفضل على سعد ولا على بهاء أنا عم بقلك اتنين لأنه اتنين بشوفهم عم بيشتغلوا أو رح يشتغلوا وفعلا الشيخ سعد بجدارة رح بالالفين وواحدة وعشرين رح يشتغل والشيخ بهاء رح يشتغل بس الشيخ سعد هيك والشيخ بهاء هيك يعني كل واحد شغله بس نينيتهم بيصبوا بيصالح لبنان